أنا مشكلة تجاوزات ما أقدر أعلن عنها حالياً لأن اللجانة سرية عندنا في اللجانة التحقيق لكن المعلن للجميع هتتكلم فيه لأن ديوان المحاسبة الآن في موضوع التغيير الأخير من ديوان المحاسبة عن مكتب ألمانيا التجاوزات في مكتب ألمانيا 658 مليون هذه معلنة لنموزعها على جميع النواب عندنا في مجلس الأمة وهذا تغيير ديوان المحاسبة وانتوا حتى في الرأي نشرتوا لأنه معلن للجميع فالموضوع لما يكون معلن هذا ما في سرية وزير الصحة كذلك يجب المعلومات تعطيها تكون صحيحة يعني وزير الصحة حتى في بعض الأسئلة على بعض النواب ردود ما كان صحيحة في أحد النواب السئلة على الموضوع شركة أتنا في أمريكا هل عرضت على الفتوى التشريع؟ هل في موافقات؟ قال لا لم تعرض ما في موافقة هذه شركة أتنا معروضة على الفتوى التشريع وما أخذ موافقة نعم شلون يا وزير الصحة تقول أصلا ما عرضت وما في موافقة نشوف إذا تكون واقع على الكاميرا هلت لو تمسكها هلت واضحة جدا هذا رد وزير الصحة لا دعني ركز عليه نعم وزير الصحة بسؤال برلماني رد على سؤال برلماني ونشر بالصحف أحد الصحف وقال إن شركة أتنا لم تعرض على الفتوى التشريع ولم تأخذ موافقة هذه معروضة وما أخذ موافقة لذلك لما نحن الآن كاللجنة التحقيق نسافر للدول الأربع دول اللي طبعا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا رح ندقق في جميع العقود الموجودة ما بنظلم أحد العقود رح ندقق فيها وبالتالي نطلع بتغرير كامل في لجنة التحقيق ونرفع إلى مجلس الأمة ترجمة نانسي قنقر